ايه رائك في الاهلي? لا حاجة تفرق صراحة. انا بتتفعل بيك بمناسبة الاهلي. انا اعطاك لو الاهلي كسب افريقيا هيبقى جزك بين منه ووشك الحلو. الله يبرك لك يا رب. اه. ربنا. انا قلت لك الاهلي عدي دور المجموعات خلاص البطولة في الجزيرة. بص في حفلة هتتعمل يوم البطولة هنا. تمام? انت هتبقى مطل الحفلة. بازن الله. ان شاء الله. اول واحد افضل افكركم. من بدري اوي. في اخر مباراة الاهلي في دور المجموعات. الاهلي عادي دور المجموعات ياخد البطولة على طول. وبعد كده الاهلي قدام رجاء رايح جاي رائع. قدام الترجي رايح جاي رائع. ان شاء الله في الفانر. الوداد ان شاء الله soprattutto. الودادة. لا الاهلي نول تعك الفترة الاخيرة بالاخص من من بعد الكبه اللي حصل في كاس العالم. ام. ممكن نكون في خلال طر spirits. اربعة مبارايات في النفوة. كان ممكن كان برضو فيه اهتزاز في المستوى في دورة ابطال افريقيا. انما بعد كده من بعد بالاخص بالزبط كده. الاهلي اختلف تماما. تحول. اه. الفرقة مرعبة. صحيح. ودفاعيا. اه. منظمين. كل حاجة فيها حلوة يعني. نهاردة كنت بقول في المقدمة. انا كنت على الاهلي النهاردة في حاجة. او مش الان كنت امرائب الاهلي. اه. امراكز دورة ابطال افريقيا. بقاله شهر وشوية. ما رايح الناس. لا هو نفسه رايح. الفرقة تريح. اللعبة تريح. تنزل المباراة. مش مش هميمها. ما انا كده كده اصلا متصدر الدولي. حتى مع كل المؤجلات. فلايتم النهاردة بلاعوه بجدية كبيرة جدا. لا لا لا. هما بقى عندهم الحافز. ومعنويا. وكل حاجة مطوعاهم. اه. كرة مطوعا. اه. الحافز بيزيد يوم بعد يوم. حتت كمان ممكن انت نلاحظ ان الراجل يعني مش عايز مش عايز حتى حتة التعادل دي. لو عايز طول الوقت ماكسب. والحتة دي كويسة ان انا فعلا ان انا بحفز لعبتي ان انا فعلا ما عنديش بندس متعادل ولا بندس مخسارة. فدي يعني ترجع للمدير الفني بصراحة. الراجل عامل شغل هيل جدا. اه. مدي ثقة للعيبة. يعني اللعبة بتلعب بقى رياحية مش في النوم حاجة. شا. عندهم ثقة. وعندهم ثقة في بعض. شا. النهاردة تشوف الجيم يعني حتى النهاردة انا يعني بيمو بينك انا قبل قبل التشكيل من انزل قلت ممكن يريح ناس كتير. كلنا توقعنا كده. النهاردة انت بتلعب فول تيم يعني يعني لا يعني لا واخد الموضوع بجدية. عايز حتى يفانش الدوري ممكن يكون مش اعلى عدد ابناط كمان. ممكن عايز يكسر راقم. صح. وده اللي في دماغه فعلا. لسه النادي الايلي اعتبر ليه دور كامل. بتتكلم النهاردة المباراة لاتنين وعشرين. بتت لسه على ما يخلص بقى الموسم. بتتكلم بلسه في عدد مباراة كتير جدا. لأ بحسب المعلومات حتى واحنا قلناها مبارح انه هومر سكور قاعد مع اللاعبين. وقال لهم احنا عايزين قبل ما احنا نلعب زيهاب الفاين هيكون لعب الاهي تلات مباراة في الدوري. انه يكون متطمينين. متطمين هو. هو كده كان الدور خلص. انسى. الدوري خلصان من فترة يعني من فترة زمنية بعيدة كمان. الاهلي خلص الدوري. يعني انت عندك الزمالك بعيد تماما السنة دي. فيوتشار بيعافر وكان ماشي فترة كويسة برضو حصلوا كم دوروب. آآ رجع بعدد اللي بنات شوية. بيرامز بدأ يفوق شوية. انما في الاهو في الاخر لا نادي الاهلي عنده كم من الماتشوات. يديه الاريحية ان هو ياخد دوره. الاهلي اصلا فارق اربع نقط على بيرامز. ولسه اربع مباريات مؤجلة. آآ. طب انت بتدرب بقى اربعة في تلاتة باتناشر بونت. على اربعة. اربعتاشر بونت. ستتاشر. ستتاشر بونت. آآ. انت بتكلم الموضوع مентовي يعني عشان يخسر. عايز يكسر ست مباريات عشان آآ. بيرازم زي يرجع ممكن ينافس على البطولة تاني. ولو كسب بيرامز كل مطشٹه كمان. حتى لو بيرامز كسد كل مباريات مطلوب من النادي لالي يخسر سته مباريات. بولك عايز لالي يكسر ستة يعني عشان ي fishing نفس. بالضافة. لالي يخسر ستة والبيرامز كمان يكسب كل. مطشطة. يكسب كل مباريات. مضع. دي استحالة لها طبعا. إنما بالشكل انت شايفو ده. نادي العلمش اخسر بمباراة.